أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي خلال اجتماع الحكومة بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة أهمية الرسائل التي تم إطلاقها خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023 بالعاصمة الإدارية خاصة إعادة التجديد على قطورة القضية السكانية وأثرها على تقويد جهود التنمية في مصر والعديد من بلدان العالم هذا وقد شدد رئيس مجلس الوزراء على أن حجم الجهود التي بذلت في ملفات التنمية بمختلف قطاعاتها خلال السنوات السابقة يعد غير مسبوك غير أن زيادة السكانية تظل تفرض تأثيراتها وتدعياتها على موارد التنمية كما أعرب مدبولي عن تقدم مجلس الوزراء بخالص التهنئة إلى فلاح ومزارع مصر مع اقتراب الذكرى الحادية والسبعين العيد الفلاح الذي يحل في التاسع من سبتمبر مشيرا لأن الدولات تطلع لهم دوما بعين الإعزاز تقديرا لجهدهم المتواصل في دعم الاقتصاد